هذا ونعت دووين أصحاب السمو الحكام في كل من إمارة الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل انهيان رئيس الدولة رحمه الله نعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم يعضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل انهيان رئيس الدولة الذي وفته المنية اليوم الجمعة كما تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة أربعين يوما اعتبارا من اليوم وتعطيل العمل في الدوائر والهيئات المحلية ثلاثة أيام اعتبارا من يوم السبت على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل كما نعى ديوان صاحب السمو الشيخ احمد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان قائد الوطن وراع مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل انهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا اليوم الجمعة وأعلن الدوان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل انهيان رئيس الدولة رحمه الله مدة أربعين يوما اعتبارا من اليوم وتعطيل العمل في الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ثلاثة أيام اعتبارا من يوم السبت على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل هذا ونعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القوين المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل انهيان رئيس الدولة الذي وفته المنية اليوم الجمعة وتقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة أم القوين لمدة أربعين يوما اعتبارا من اليوم وتعطيل العمل في الدوائر المحلية ثلاثة أيام اعتبارا من يوم السبت على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل كما نعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل انهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا اليوم الجمعة وقد أمر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل انهيان رحمه الله مدة أربعين يوما اعتبارا من اليوم وتعطيل العمل في حكومة رأس الخيمة والقطاع الخاص لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم السبت على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل